السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي والجزء الثاني ديال الفيديو ديال العراضة اللي كان بتعاون مع المبدعة الفنانة مريم باركات كيف ما كتشوفوا معي الأطباق كتشهي ما شاء الله هنخري لكم ان شاء الله الروابط ديال الفيديو هات ديالها أسفل هاد الفيديو وبالنسبة للناس اللي باقين ما شافوش الجزء الأول اللي كانت فيها مقبلات باردة وساخينة نخلي لكم كذلك الرابط أسفل هاد الفيديو والطبق الرئيسي اللي غدرنا لكتناه هو الحمام السل بالكراميل والسمنت منه ان شاء الله يعجبكم ورافقته هنا بصفرجل وصفاء ديالكسكسو صفاء ديالكسكسو فيت مني قدمتها ان شاء الله غنخلي لكم الرابط ديالها أسفل الفيديو والتحلية اللي هي كانت بسيطة جدا يعني سهلة كانوا عندي طبقين فيهم الخدمة والتحلية يعني درتها سهلة ان شاء الله غدنا تشارك معكم الوصفة في هاد الفيديو بسم الله بالنسبة التتبيلا هنا غنحس غدا نحتاج عفوا نصف ملعقة ديال الفلفل الأبيض اللي هو البزر البيض هنا عدنا لسينك بي يعني الفلافل بخمسة وهنا يا عدنا الزعفران الحر حتى هي معلقة صغيرة وهنا قشرة ديال بسيفسة ورعا ديال حباد ديال الهيل أو قعقلة وهنا غدا نستعمل هاد دهر الفلفل إلا توفرتوا عليه يعني ممكن تستعملوه لما كانش عندكم مشي مشكل كان ناخده غي شي شوية مشي لزاف لأنه هو حار وحتكي كحل المرقى لكترنا منه هنا غدر ناخد هاد الثومة بصلة واخديت هنا الزنجبيل وشوية ديال الكركم اللي هو الخركم البلدي والملح بالنسبة للتومة ستعملوه ثلاثة ديال الدروس الصغار بالتومة غدا ناخد هذا ناخد الروبو غدا نطحن هاد يعني التحانة كهربائية غدا نطحن هاد توابيد كاملة كتكون الريحة ديالها بقم جهداء وكتشي يعني اللحم تيجي متبل ولديد هنا كيف ما كتشوفه معايا من بعد ما طحنته غدا نزول تقريبا مقدار معلقة غدا نوضعوه على جند غدا نحتاجوه من بعد إن شاء الله ودبا غدا نضيف البصلة وغدا نضيف ما تبقى من ثوابيل يعني غنضيف حتى التومة هنا التومة مقطعة هكذاك لأنني كنت طحنت كمية اللي استعملتها في الأطباق كلها هنا هادا هو المل الوحيد اللي غدا نستعمل يعني نصف كأس صغير ديال المل وبالنسبة للمل حركة تبقى على حسب الضوق بالنسبة للحم هنا عندي تقريبا زوج كيلو ونصف ديال اللحم هادا الكيميا كتكفى السبعة ديال الناس يعني من ستاحت السبعة ها فيك نتبل مزيان هاد هاد اللحم وغدا نخليه ارتاح وغا نمشي نوجد الديسير اللي هو التحليا غدا نخليه ارتاح في الزنجرة يعني كنوضعه في تلاجة وكنخليه احنا عندي ثلاثين سنتيليتر باش غدا نحضر واحد الكريمة وحد الكريم ديال الشوكولات هي بحل شي بحل قاناش ثلاثين سنتيليتر ديال الكريمة اللي كتكون ثلاثين يعني نسبة الدغن فيها كتكون ثلاثين في المياه وميتين جرام ديال الشوكولات نواغ يعني الشوكولات الأسود من بعد ما كتسخوليها الكريمة كنخلي حتى كيدوب هادك الشوكولات اللي فيها صفي وكندنحرك وضروري ما كنقوا نحركه مزيان مزيان حتى كيتجانس لنا الخالق كيف ما كتشوفوا معيه من بعد ما تخلط مزيان هادي بالنسبة الناس اللي كيعجبوهم بزاف الماضاق ديال الشوكولات إلا كنتجاتكم الكيميا ديال الشوكولات كتيرة يعني ممكن تستعملوا الشوكولات يعني الشوكولات والي وهنا كيف ما كتشوفوا معيه هنا صوربي حطرت الصوربي الصوربي كناخد غيه كيف ما كتشوفوا معيه هاد الفرامبواز الصورجولي كنتحنو مع شوية ديالعاصر الليمون أو شوية ديالعاصر ديالبرتقال ولا الحامض وكنستعمل لعسل وبالنسبة الكريم ديال الشوكولات كيف ما كتشوفوا معي صافي وضعتها في هاد الكاسات هاد الكيسان يعني لي فيغين صافي هاد كيف ما كتشوفوا معي هاد الصوربي غدا رجعوا لكونجيلاتور طبام اللي وجده دابا غدا نوجد حتى لا كريم شانتيه حتى هي كان وجدها بكري غدا دابا طلعتها يعني بشوية ديالسكر وغدا نضعفت اللاجع وهنا صافي دابا من بعد ما كملت الدسير ديالي مشيت جد طنجرة غدا نضيف دابا هاد هالطريقة هادية غدا نضيف كل شي دابا غدا اضفت هنا معلقة ديال الزبدة ومعلقة صغيرة ديال السمن هنه عندي تقريبا كيلو ديال كيلو لكيلو نص يعني الدغميرة كتبقى على حسب الضوق ديال البصلة بصلة البيضة وهنا جوج ديال حبات ديال النجمات ديال باديان والقرفة وزيت الزيتون دابا عادة ما كنضيفش هاد شي دابا يعني كنضيف غير البصلة ولكن هاد المرة لاناني في الاخير غدا نستعمل غدا تشوفوا معي يعني الطريقة وغدا نضيف معلقة ديال العسل ما تخافوش انه يلسق لانه غدا نقصوه هاد التنجرة هادي غدا نقص عليها وغدا نخليه يطيب على خاطره ما غا نحتاش نضيف الماباتاتا غدا يطيب غيف هاد البصيلة طاف لانان انا غدا نقص عليه البوطة وكتجي داك الحم يعني فتي وارطب بحل الحم ديال التنجية باشي نفس الماداق ولكن نفس هاد نفس رطوبية ديال اللحم هنا عادي عندي سفرجل اللي سلقتو مع شوية ديال الحامض صافي قطعتو طريفات وده بغا نحاول معكو كيف ما كتشوفو معي غا نضيف هنا معلقة ديال الزبدة معلقة كبيرة ولا معلقة صغيرة على حسب الضوق هاد هاد السفرجل ما غدا نضيف لي القرفة لاناني محتاجة بغيت هاد السفرجل يبقى لي بيض ما بغيتوش يولي اسود احنا اضفتغي معلقة ديال مهم بالنسبة للسكر كيبقى على حسب الضوق انا اضفتغي معلقة ديال العسل زوج معلقة تضفت ديال العسل ولكن تقريبا معلقة كبيرة يعني زوج معلق صغار ديال العسل اللي لا بغيتو تضيفو اكتر وممكن كتبقى مسألة الضوق صافي كيف ما كتشوفو معي غدا دباء غدا نشحر هاد معك هاد السفرجل ونشحروا حتى ينشف تماما من الماء فكي ولي اسفرجل معلقة نضيف هنا شوية ديال مزهر خليسو تلخر غي باش تبقى انك هاد يالو سافي هاد غدا نضيف ليه اللوز محمر وغا نشكل منه كويرات وغدا نمررهم في اللوز ايفيلي وغدا نوضع هاد هاد غدا نوضعو على جنب ونخلي حتى الوقت التقديم يعني هاد السفرجل وخيت كالبال يعني ماشي ضروري نتخنوه نحضروا على بكري وكن نكونوا الكويرات ونضعوها في شي بوطة ديال الزج ونضعوها في تلاجة ما شي مشكيه هاد القرمشة اللي كتزيت ديال اللوز كتزيت تلدد هاد السفرجل وهنا الدغميرة هاد تكون مختلفة غدا هنا يخديت تقريبا مية جرام ديال الزبيب الاسود اللي رقدتو في شوية ديال المزهر وغدا نضيفو الضغميرة ديالي هنا في هاد الاثناء صفيفة زولك للحل هنخليه على جنب وهنا غدا نشحر هاد الضغميرة ديالي حتى توقف مزيان وحتى كي يولي تعزل الزيت بوحده هادك الزبيب اللي كان نضيف كيعطيها واحد النكهة يعني مختلفة وهنا غدا نوجدو الكراميل باش غدا نحمرو اللحم هنا استعملت قريبا تلاتة ديال المعالق ديال العسل وبالنسبة السكر استعملت زوج ديال المعالق ديال السكر الأصمر اللي ممكن تستعملو يعني سكر عادي وبالنسبة اللي ماء تستعملت تلاتة ديال المعالق ديال الماء كما ممكن أنا كم تستعملو حتى أربعة سافي وهاد الكراميل هادك يبغي طيب على المهل يعني ما كنجهدوش البوطة كنهرسوه باحد شوية ديال الملحة يجي شوية قريصة يعني شوية ديال الملحة وغادر ناخد من التوابل اللي كنا زوجنا من قبل هناخد شوية باش غادر نسمو نزيدو نسمو هاد الكراميل وملي غادر نندهنو بيه اللحم غدي زيدي نسم لنا اللحم كنخليه طيب غيشي شوية ماشي بساف يعني عشر دقايق بالحساب باش ما يتحرقش لينا من بعض غنضيفو معلقة صغيرة ديال السمن الى كان عندكم سمن مجهد كنضيفو غي نصف ملعقة أنا استعملت معلقة ديال القهوة لكن نحركو بيها القهوة ومعلقة كبيرة ديال الزبدة هاد السمن الى كثرتو السمن كيجي مجهد بساف يعني ضروري ما كنضيفو غيشي شوية هاد السمن هادا اللي استعملت انا دابا هاد المرة ما مجهدش استعملت معلقة صغيرة كاملة الى كان عندكم مجهد كتستعملو غين نصف ملعقة صغيرة صافية كيف ما كتشوفو معي ها هو الكراميل يعني صبح جاهز كيف ما كتشوفو معي كيبقى سائل ولكن غي كيبرد راه كيجمد انا خليته حتى برد دابحته كنبغي حتى الوقت ديال التقديم غدا ناخد كيف ما كتشوفو معي ها هي الضغميرة وجداد غدا ناخد هاداك الزيت اللي كيبقى وغدا نعود نضيفه على اللحم باش اللحم ما كيجينيش ناشف بالمرة اللي غدي تحمر الملح اللحم يعني هاد الفائد ديال زيته كله كيمشي فجناب وبالنسبة الكراميل كيف ما كتشوفو معي ولا على هاد الشكل يعني غدا ناخده بالمعلقة وغدا ندهن بيه هاد الكراميل هادا عندو هاد اللون لان استعملت السكر الاسمر الى ما استعملتوش السكر الاسمر كيكون اللون ديالو باهت على هكذا ولكن رغي كنوضعو هاد الحم هادا في الفران كيتحمر مزيان لابا كنسخنو الفرن على درجة ديال الحرارة ديالو ميتي وكندخلو هاد البلاطو هادا ندخلو هاد اللاطا والصينية الفران وكنبقو حاضينو مزيان يعني لخفتو اياخدليكم الوقت وجدوه بكري وحتى تبغيو تسخنوه وتقدروا تسخنوه مع الدغميرة كيف ما كتشوفو معايا صفي دا بكملت غدا بالنسبة لهاد العظيمات هادو الكنتو غتستعملو الملش ما تدهنوهوش بالكاراميل لانا هم كيتحرقوه لانا فيتا ورق عالية كيف ما كتشوفو معايا هادا بوضعتو في الفرن وفيما كيبقى ينزل هادا السائل كنا عاود نسقي بي الحم باش ما كيجيش ناشف بالمرة وكيعطي هادا اللون الرائع مع انني استعملت يعني الحم ديال الفو ديال هنايا كيكون لون ديالو باهت ما كيكونش احمر كيف ما كتشوفو معايا صفي هوا تحمر وضعتو دابا في هادا في هاد الطبق هادا مع الضغميرة ديالو الضغميرة انا هاد المرة بغيتها تكون واقفة بزاف يعني معلكة كيف ما كتشوفوه وهادا كل السفرج اللي استعمل اللي حضرنا من قبل شفتو كيف هاشجحتها والمنظر ديالو جازوين وغدا عسلتها شوية ديال البرقوق برقوق خليتو عادي وهنا عندي مطيشة معسلة اللي هي احتى هي كنت قدمتها من قبل هادي سربيتها مع مع السفة ديال كسكسو نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها اسفل هادا الفيديو وكيكون هادا هو طبق نهائي يعني شكل نهائي ديال الطبق كيجي رائع جدا وحتى حتى المضاق كيجي لده يعني مختلف كيجي المضاق ديالو مختلف على العادة وكنت منى ان شاء الله كنت منى ان شاء الله السيدة اللي كانت تلبط مني اه باش نحضر اه اه الصراحة تسمح ليه بزاف لانني تعطلت بزاف الاشكال ديال الحم اه الحم يعني البربرقوق اه يكون مختلفة وبالنسبة التقديم ديال التحليه غدا نقدم ان شاء الله فهد طبقين هادو يعني هادا اللي كانديرو في البياس منطي وهادا تصحن اللي كيدور ديال اه ديال العود صافي حطيت غي ديك الفواكه اللي كانت عندي كلها كين اللي قطعتو كي اللي حطيتو غي هكذاك وبالنسبة التحليه زيينتها بالشانتي كيف ما كتشوفو معايا والفرامبواز والكرام ديال الشوكولات اه هي المفضلة عندي اه تا هي اه زيينتها بالشانتي كيف ما كتشوفو معايا تمنى ان شاء الله يكون الطريقة ديال التزيين ونطريقة ديال الاطباقة تكون عجباتكم بالنسبة لهاد هاد تحليه هادو ماللي كان نقدرو ندرسيوهم بكري غي لا جلاس لي ما كنقدروش غي لا الصغبة كنخليو حتى الاخر لحظة لانه كيدو بلينا كنخليو في الكونجيلاتو واحتى كنبغو نقدمو راس ساهل دغيا ما كياخدش بزاف ديال الوقت غالبا اني كيكون عندي الاطباق اللي كتاخد لي الخدمة بزاف دائما انتح ليه هي اللي مكننا مكننا نكترش بزاف يعني كنديرش حاجة بسيطة تمنى ان شاء الله يكونوا الاطباق ديال اليوم نالوا الاعجاب ديالكم واشكركم جزيلا الشكر شكرا بزاف على التعاليق ديالكم وعلى كلمكم طيب وعلى التشجيع ديالكم المستمر وعلى وفائكم وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة